ما سهل خير الحقيقة يعني لما تقرأ يعني خبر زي الله والهولك ده سريعا يعني هتعرف ليه السيسي وحكومته ونظامه لم يصدروا بيان يدين اسرائيل يعني يدين كلام المحامي الاسرائيلي في الهاي وهتعرف ليه الحقيقة انه السيسي هو اصبح وده مش كلام عشان انا ضده او عشان انا ضد النظام السيساوي انما ده كلام حقيقي يعني كلام الواقع بتقوله يعني اللي لدي في البس دلوقتي هعرفك ازاي ان السيساوي اصبح موظف في حكومة الاحتلال السيلي البس ده هعرفك فيه ازاي الاتحاد الاوروبي والعالم الغربي بصراحة عالم معرس منافق متدعي بربري صليبي استعماري زي ما هو يعني في اللايف ده اللي انا هقاعدين فيه ده مع بعض هبلغك ازاي ان الكويت دولة محترمة وحتى المؤسسات بتاعتها الشعبية محترمة جدا في اللايف ده الحقيقة هتشوف اثبات للمرة الالف ان هناك نوع من البشر لا يجل ولا عنده دم ولا عنده اي حاجة في الدنيا في اللايف ده حضرات هتشوفوا نقيب الفلاحين المصريين اللي دايما كان يبشرنا على مدار العشر سنين بان مصر هتبقى جنة عدن اخر تصريح لي حقيقة يعني مؤرف في اللايف ده هتشوفوا تصريح لخالد ابو بكر هذا المخصي تصريح عجيب جدا اذاك اكريم تقريبا وهبة لولو فوزي اهلا بيك محمد من تونس منصور منصور منورين جدا مين من المغرب دينا دودو مساء الخير يا دينا عيش عبد الكاه في تحياتي لحضرتك سالمون اخ محمد لا سبيل الا بالقوة سالمون اللي يقول مصطفى حمدي ابو يزيد حبيبة جمال الله يحفظك يا حبيبة مساء التماسي ريم يا ورد قاعد على الكراس يا السلام يا ريم يا السلام على المزاج طيب في اللايف دي يا حضرات هوريكو المخصي العبد الخصي خده بكر واخد السهلي مضحك جدا ولا عزاء للمغفلين ولا دي الوسخة اللي قاعدوا اصلا النهاردة انا اقولك انا النهاردة الحقيقة الفيسبوك لقيته بيفكرني بان انا كاتب بوست في 2014 زي النهاردة فلاقيت الفيسبوك بيفكرني بيه فانا اقوله لكم المقال بيقول ايه انا كنت كاتب كده في 17 يونيو 2014 قلت عقب هزيمة يونيو 67 اعلن عبد الناصر عن تنحيه عن اي منصب رسمي فخرجت الجماهير في الشوارع تهتف لا تتنحى ورجع عبد الناصر عن كلامه فوقف عدو مجل الشعب عن دايرة من دوائر بن سويف ولم يدري ماذا يفعل فانطلق في وصلة رقص عشر بلدي تحت القبة وعاد عبد الناصر وانسينا الواكسة يوم الاحد الماضي اول ايام استفتاء 14 خرجت الملايين لتقول نعم للفريق السيسي لان هذه الملايين لا يهمها دستور ولا كستور والدليل ان 5% هم بس اللي اطلعوا على الدستور حسب استطلاع بصيرة وانما الملايين التي خرجت لتعلن عن حبها للسيسي وانطلق التابل والزمر خارج اللجان وامام احدى اللجان وقفت سيدة مش عارفة تروح فين من الفرحة ولم ينتظر جسدها القرار فاتخذ القرار فصار يلعب كالقرموت بلدي لسه خارج من النيل العظيم عيني عينك كده في وسط الشارع ولعب يا سمك مشهد العدو الراقص والسيدة الراقصة بينهما اكتر من 40 سنة واربع رؤساء جمهورية وناس عاشت وناس ماتت لكن يبقى المصري ابن حز ويحب الفرفشة ولانه عارف اولها من اخرها فقد اخترع مثل بيقول اخرت الزمر تيت تيت يعني سفارة يعني ده اللي انا كتبته في 17 يونيو 2014 الفيس بيفكرني بيه النهاردة لقيت وبعتهولي فقعدت نشره على صفحتي على الفيس عشر سنين على المشهد ده النهاردة بيعدي عشر سنين على المشهد المرة الوسخة اللي رأست للسيسي عشر سنين بيعدي على الاوساخ النتينين الاغبية اللي نزلوا زي النهاردة رأسوا للسيسي عشر سنين بيعدي على المتخلفين اللي ودونا في دهية سواء مثقفين او ممثلين كلهم ولاد وسخة ولا أستسني منهم احد كلهم ولاد مرأ وسخة من سبع عشر سنين عده على الموقف ده بندفع تمنه غالي جدا بندفع تمنه ان بلد كاملة راح منها النيل النيل اللي قل وبالتالي قلت الزراعات والنهاردة النهاردة بس عشان محدش يقول لي انت بتجيبي الكلام ده منين النهاردة حضرات اعلنت بتاع الامن البتاع ده الزراعي في مصر ان الزراعات قلت في مصر نتيجة ان النيل نفسه راح في داهية النيل في مصر راح في داهية انا هجبها لك دلوقت عشان ايه ما تقول ليش جبتها منين اهو مزيد تفضل الحمد لله لقيتها مزيد بسبب انخفاض مياه النيل الاتحاد المصر للتأمين يتوقع انخفاض الانتاج الزراعي كله بنسبة 20% بحلول 25 يعني بحلول سنة 2025 هينخفض الانتاج الزراعي كله مش سكر بس يعني مش بس قصب السكر مش بس بصل لا كله كله في يوم وليلة يعني على رأي الاستاذ عبدالوهاب ها يعني كله هينخفض الانتاج الزراعي كله 20% ليه لان جالنا واحد شارموت راح مضى اتفاق تسد النهضة ادي النتيجة ادي النتيجة زي النهاردة ويفو اوساخ كلاب جهلة احنا بندفع تمن الجهلة ما هو انت لما تمشي مع واحد جاهل غبي ما بيتعلمش من التاريخ هتروح فين هيلبسك في حيط اهلا بيك يا اموة مرسي ازاي حضرتك او ونمصحفش يا جماعة انا يا عمي انسى مصر انا بقولك دلوقتي انت ماشي مع ماشي مع مجموعة اغبياء هتوصل لحد فين هيلبسوك في الحيطة يا عمي انسى الامثلة احنا دلوقتي الناس النهاردة 17 يونيو انا لقيت الفيز بيفكرني والله الفيز بيفكرني بالمقال ده اللي انا كتبته زي النهاردة من عشر سنين بقولت ما بين مشهد لما عبد الناصر اتهذبنا في 67 وقف عدو مجلس شعب يرقص عشرة بلد تحت القبة وسموه العدو الراقص او والله كده تحت البرلمان لما عبد الناصر بقى تنحى وقال لي واه لانا اتنحى من اي منصب الرسمي ومش عارف ايه فوقف الشعب تلعوا بقى بعض اللجان وطلع ناس من الشعب قالوا له لا لا تتنحى لا تتنحى كده يا في عبد الناصر جاء في كلامه فرح ويف عدو على البنش بتاع البرلمان وربط وسطه وقعد بقى ادها بقى نجوة فوقت او ادها صحر حمدي او ادها لوسيارت اي حد بقى من اللي بيوروس فسمي العدو الراقص فانا كتبت ان المشهد ده كان بعد نجس 67 وقلت ان النهارده بيتكرر المشهد ست محترمة معرفتش تعمل اي من الجاننت بالسيسي زي النهارده من عشر سين راح اتربطها وسطها ولعب يا سمك بقى وهز في الارداف وهز في الصدور وهز في الافخاد والبسنا احنا في الحيطة ايه ما كانتش لوحدها هي كانت معاها يعني الاف ملايين حتى احنا اخليها ملايين النتيجة ايه بقى النتيجة ان مصر بتدفع والله يا حصام يا انور مصر بتدفع تمن المهزلة دي لحد النهارده اقولك بتدفعها ازاي خد بقى كبيرة عشان ايه انا كنت مخزنها لك بس انت صاحبي يعني يعني خدك كبيرة بقى خدك كبيرة قوي عشان انت صاحبي وانا مش يعني حصام مش هبيعك يعني بص انت لما تسمع خبر زي ده خبر زي ده هيئة الازاعة العبرية بتقول بتقول انه اسرائيل بتغد الطرف يعني ايه بتغد الطرف يعني بتطنش بتعدي بتفوت لمصر ايه بقى اسرائيل بتفوت لمصر ايه اسرائيل بتفوت لمصر بتقولها محسن بالله عليك يا ناصر انت بتشتري كل الجبن القريش بكا باشتري من اين باشتري جبن القريش من اين من هنا يعني اهم مشتريش جبن القريش ولا باشوف عين اصلا رندا طلبة بتقول روحنا في ستين دي أه لا يا رندا والله يا رندا انت شوفي احنا بقينا فين يا رندا شوفي بقينا فين يا رندا الله يخرب بيت أبوهم ما هي دي ناس ما هي دي لعنة ما هو يا جماعة في القرآن الكريم ربنا اتكلم أكتر نبي اتكلم عنه ربنا موسى في القرآن عندنا يعني عندنا كمسلمين يعني ما احترامي للإخوة المسيحين اللي موجودين بص ركز على موسى هتلاقي لما ربنا يتكلم على موسى على طول الفرعون وبعدين الفرعون سبحان الله يعني هتلاقي قوم فرعون فيه آلة فرعون وفيه قوم فرعون دون مش دول آلة فرعون دول ابن عمته انتصار السيسي محمود السيسي مصطفى السيسي آيات السيسي كل ما انه يسمى سيسي لكن فيه قوم في العون اللي هو واحد من زيهم يعني وقف قال لقارون يا ليت عندي زي اللي عند قارون ده بقى ابن وسخة دهو ابن معنا وسخة لانه ده بص على الدهب والبتاع لك يا السلام لو عند اللي عند قارون ده بس بس فاحنا خدنا خزوه فهي انا الاشكال الوسخة دي انا اللي بشوفها في الشارع ببعايز انسفها يعني بعايز اقولي يا ربي هو انت ليه بتريتنا بيهم لا والاشكال دي تتشتم ومعندهش دم يعني يطلع ابراهيم عيسى يقولك ايه يقولي الكلام اللي قاله اللورد الليمبي من حوالي 100 سنة 100 سنة ايه من 100 سنة من اكتر من 100 سنة اللورد الليمبي قال الشعب المصري غير جاهز للديمقراطية يطلع ابراهيم عيسى بعده بمئة سنة يقولي مصري مش جاهزين للديمقراطية ما هم دول مصيني معرص اللي طلعوا رأسه للسيسي يعني يطلعوا وبعدهم في الاخر بالجزمة بيتشتموا عادي جدا مش احنا الحمد لله اللي زي عافانا مما ابتلى به الاخرين فهي بني قدمين سنكيح والله العظيم سنكيح بني قدمين خسيسة بني قدمين وضيعة ما عندهاش لا دين ولا اخلاق ولا عقل ولا اي حاجة تطلع ترقص وعلى فكرة ما تتغرش ده كان اغلابهم محجرات يعني الستات اللي موجودة كانت الغالبية الكاسحة محجبات الغالبية الكاسحة محجبات عشان بس ايه محدش يقولك لا 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 ما كانوش بقى لا ما كانوش يسارين بس واشتراكيين بس ومسيحيين بس لأ كان في محجبات بالأبل ده اللي رأس محجبها وكان في ناس بيدقون ورجالة جبار وبتوانيز ورأسه والنهار ده يقول لك كنا غلطانين لا لا ما فيهاش هزار دي دي ما فيهاش هزار ما انت ما تدس على زر القنبلة الزرية تفين فجر وقال انتوا ليه والله ما كنت تعرف لا ده انت غابي بقى ما تعرفش ايه وما احنا كنا نعرف منين انبياء احنا على راس نريشة ما كنا عارفين القصة من اولها الاخيرة كنا عارفين ليه لان كان فيه شوية وعي كان فيه بتلاتة جنيه وعي كان فيهن المشهد ده شفنا قبل كده كان فيهن احنا شايفين البلد بالضيع ولده ممثل وان اللي اطلع بيلك انت ما تعرفوش يعني انت تقبل واحد يكلمك كده ازاي ده بالجزمة فبقه بكعب الجزمة من وراء فبقه على طول لما واحد يطلع يكلمك ان احنا احنا حكي ده بيلك ايه انت ما تعرفش ان انت انت ورينينا وخلي بالك واحد بيكلمك كده ده حرامي اذا كانت انت هتاكل من واحد بيكلمك بالطريقة دي وبتاع انا انا معرفش اتكلم لان الكلام على فلاتر انت زي اذا انت قعدت مع واحد زي ده اساسا تبقى انت عندك مشكلة في دماغك هيا بعد عشر سنين بقى يا ياسمينة حزوز بعد عشر سنين بص بقى شوف اتكى بقى الاتحاد قلتلك الاتحاد بتاع التأمين الضعلي قال ان سنة خمسة وعشرين بعد سنة من الان الانتاج الزراعي في مصر كله كله يا ايمان صالح هم كانوا عارفين بس كرهم في الاخوان حبوا يكيدوا الاخوان كادوا نفسهم ها طب ما هو زي كده طب مش حتى لو ايمان صالح بيكرى الاخوان تبدأ ولع في نفسه يعني من غباؤه واحد من غباؤه بلع سم يعني انا عايز اغيزك دلوقتي ايمان او يوسف انا عايز اغيزك زكا يوسف انت لسه جاي يوسف استنى يوسف شوي فانا ايمان دلوقتي عايز اغيزك فروح تعمل ايه والله العظيم واحد عايز اغيزهم وابوه رحشال بسم استفاد ايه بقى استفاد ايه مهم يعني بعد عشر سنين من مشهد الست اللي جسمها رأس زي الارموت البلدي دي خلاص لا وانا بقوله ساعتها بقول وانا كأن جسمها بدأت تلعب بجسمها كأنه ارموت بلدي طالع من النيل العظيم النيل راح بعدها بسانا المعالم راح ماضا انا عايز كده ارجع لصفحتي على الفيس على الصفحة الرسمية بتاعتي حسابي انا شخصي مش صفحة القناة ولا صفحة محمد ناصر حساب بتاعي هتلاقي ان اكاتب يعني اعادت نشر المقال انك اكتبت في 17 يونيو 2014 النتيجة انه بعد عشر سنين الاتحاد بتاع التأميم بتاعنا بيقولك ان سنة 25 كل المحاصيل الزراعية هتقل في 20% كل المحاصيل عارف يعني ايه ده سيبك يعني سيبك من ان البسلة هتغلق والبامي هتغلق هتبقى بالسمع سيبك من دي المشكلة ان الورقعة الزراعية هتقل وانه البهاي من اللي عايش عليها هتقل اللحمة دي هتبقى بجرام زي الدهب انا هستنى بس استنى استنى بس هقولك انا لما يطلع صدام ابو حسين صدام ابو حسين العرص العرص اللي هو بتاع النقيب الفلاحين ويطلع يقول ان اللحمة يا جماعة غلية وهتغلى استنى اجيب لك التصريح مكان قدامي بيقول اللحمة يا جماعة هتغلى وده هيهدد هيهدد السروة الزراعية النهاردة نقيب الفلاحين طالع له تصريح رسمي بيقول ان اللحمة هتغلى هتزيد بشكل يعني اكتر من كده وده هيأثر على البقرة بيقولك البقرة النهاردة بمئة الف جنيه زيادة خمسين في المية عن السنة اللي باتت ابتسام حلمي بتقول اللي بيكره له خنم ما جابه السيسي عمله زي المسا اللي بيقول اه جبتك من ايه من شطح بطح بس البتاع بيجري من شطح بطح يا سنبلة يا سنبلة روحي حبيت كده العلي كده انا روحي اه ماشي بيقولك ان البقرة زادت بقت بخمسين خمسين في المية بقت بمئة الف جنيه مساء النور يا جماعة جهان بتقول سيد سيد محمد الغربة احسن من القرف اللي احنا عايشين فيه صح ولا روح تفيني يا أستاذ جهان صح ولا بره زي جوه لا هي طبعا بره مزي جوه خانص انت بره حر انت بتتكلم بحرية طالما بتدفع ضرائب طالما ما بتعملش اي مخالفات بتحترم القانون الدولة اللي انت عايش فيها انما فيها ضريبة ان انت بتحب بلدك يعني ان انت شايف مصر تستحق اكتر من كده يعني شايف مصر يعني انا لسه شايف حوار دلوقتي بين مع استاذة اسمها دكتورة اسمها هناء المانع تقريبا سعودية في القناة العربية السعودية بتحكي ازاي وهي عندها سبع سنين ابوها خطفها على مصر بتحكي الموزي بيسألها بيقولها شفت مصر كيف وقتها وهي ام الدنيا والحضارة والحاجات دي فبتحكي انها وعندها سبع ثمان سنين شفت مصر بقى كانت عاملة ازاي في السعودية يعني بتكلم في السعودية اسمها هناء المالح تقريبا المانع انا اسمها اسمها هناء المانع فانا يعني عادت اسمع الحوار قلت يا أولاد الكلب ضيعته البلد وضيعته الدنيا اهو الحوار اهو عشان ما حنش قولي بس جبت الكلام ده منين اهي اهي هذه الستة اهي بيقولها بيقولها اسمها هناء المانع سوريا عائشة المانع اهو اهو للمطار وودك المصر صحيح كيف كانت الصدمة الاولى مصر بأم الدنيا اه واحدة من عجائب العالم كانت يمكن فرق في في التعلم في الحضارة في الثقافة مقارنة بالوضع اللي كنت في طبعا هذا كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي اول شيء اول شيء انه انا جاية من مدينة الخبر اللي ما كان فيها في ذاك الوقت الا يمكن عشرين بيت ولا خمس بيت ولا بيوت قليلة جدا جدا كانت الرمال هي اللي تططي المنازل عندما الرياح ما كان فيها سيارات سين هذا كل وقت يمكن اربع خمس سيارات في كل كل مدينة الخبر لا الله أعلم ولا ما كان دينا ولا فيها طرقار بتحكي على قناة العربية أول ما نزلت مصر كانت عاملة ازاي هاني بيقول لي قسم الله حلمت انك رجعت مصر وشفتك وسلمت عليك وقلت لي انت منين رحت فين رحت قلت لك عم منين رحت قلت لك عم الناس عرفتك يا هاني يا رب يا هاني يا هاني يا رب دي دكتورة عيشها المانع السعودية بتحكي على قناة العربية ازاي لما كانت عندها سبع ثمان سنين شافت مصر كانت مصر عاملة ازاي مصر فمصر يعني عظيمة باللي كان بيسألني السؤال جهان تقريبا كانت مصر عظيمة لما ممسكها الجربوع الجربوع أولا لما ممسكها الجربوع بتعود تم أجلس قناة الصورة فشقوها فشقوها حرفيا وبعدين دلوقتي بقى ممسكها جربوع الجربوع وطلعوا جربيع رأسوله في 2014 واستطلع بصيرة بيقول ان اللي طلعوله في 2014 5% منهم بس قرى الدستور وطلعين قال ايه استفتاء بقى ويعملين استفتاء الدستور والحاجات دي استفتاء دستورة 14 يعني من عشر سنين وكيد في الإخوان على رأيي إمان صالح طب ديك ليبست يعني يعني النهار دا انت طلعت تكين الإخوان ولعت في نفسك مع عينة يعني فطلع الأستاذ صدام يقول ونقيب الفلاحين ان اللحمة هتزيد في الفترة الجاية لانه البقرة بوصل تمانها لمية ألف جنيه بزيادة خمسين في المية عن سنة اللي فاتت فلما تقل الزراع عشرين في المية على مستوى مصر كلها دا معناها انه الصروة المشية الحيوانات اللي بنبحها ونكلها والحاجات دي وبنربيها وبناخد قلبانها هتقل قابل بقى يا معلم قابل قابل دا انت شايف سواد جاي دا فيه سواد جاي فيه سواد جاي بعد عشر سنين وبعدين بعد دا كله دا بقى فوصلت انت المرحلة ان اسرائيل النهاردة هاي تلبس الإزائيلي بتقول بتقول اسرائيل تغد الطرف عن مماطلة مصر في دفع 30 مليون دولار مصر اسرائيل لها عند مصر 30 مليون دولار ديون اسرائيل مدينانا ديون ايه بقى ديون الغاز اللي انت بتاخد بيه كهرباء ديون مستحقة مقابل اتفاق الغاز ليه بقى ليه اسرائيل مفوتالك اهو الخبر اهو انا هجيبلك خم عندي اهو الخبر اسرائيل تغد الطرف عن مماطلة مصر في ديون في دفع 30 مليون دولار ديون مستحقة مقابل اتفاق الغاز ليه بقى ليه اسرائيل معديالك بسبب دور السلطات المصرية الحاسم في حصار غزة يا عمي انا لا هسدق المحامل الاسرائيلي ولا اي حاجة في الدنيا انما دلوقتي انت ليك اسرائيل لها عندك 30 مليون دولار ديون غاز انت ما بتدفعهاش اسرائيل بتنشالك بسبب انك انت واقف معا واقفة رجولة في حصار غزة ايه رأيك يا معلم كذب برضو ده برضو كذب ده عار الغريب ان الغاز ده بقى اللي انت كنت بتصدره لإسرائيل قبل صورة 11 وما كانش عاجبنا التمن احنا ما كانش اللي عاجبنا تمن التصدير ولا انك تصدر لغاز وخط الغاز اللي كان بينقل الغاز دي اسرائيل اتقطع اتعوه السينوية 18 مرة وضلمنا تل قبيب تل قبيب ضلمت لما جابني الجزمة الوسخ لما جا مسك النتيجة ان اسرائيل بقت مديناج بتلاتين مليون دولار عمل اتفاقية الغاز والبحر المتوسط وقال لك جبنا جون احنا جبنا جون شوف الجاهل عنده بجاحة احنا جبنا جون يا مصريين جبنا جون فين بقى لما اقز احنا جبنا جون في مؤخرتنا لان احنا في الاخر دلوقتي مديونين بتلاتين مليون دولار عرفتوا ليه انا قلت في مصر النهاردة ليه السيسي سكت ليه السيسي اسمه اي ده هو ما بيطلعش انا عاسف 17 يناير مش يونيو انا عاسف البوست كان مكتوب 17 يناير انا بقى اعتذر يعني البوست اللي انا كنت كاتبه ده 17 يناير 2014 الاستفتاء عن الدستور اللي طلعه رأصوله ده وبتاعه فالمهم يعني ليه بقى ليه السيسي انا قلت ليه السيسي مش قادر يطلع بيان رسمي من مؤسسة رسمية يقول ان محامي اسرائيل كداب لانه مش عايز يحرج اسرائيل ولان اسرائيل لها عندك 30 مليون دولار انا ما قلتش حاجة من عندي ارجعوا يا جماعة لهيئة البس الاسرائيلي بتقول ان مصر لها عند اسرائيل سوري اسرائيل لها عند مصر 30 مليون دولار ومصر بتماطل في دفعهم خلاص مصر تماطل في دفع البتاع ده الفلوس دي وبالتالي اسرائيل بتطنش لدور تقديرا لدور مصر مش لقينه البوس ليه مش لقينه ليه ليه مش لقينه ليه لينك الصفحة على صفحتي على حساب الرسمي مش صفحة على حساب الرسمي الفيس هتلقوه هتلقوه اللي هيدور هيلاقيه انا لسه النهاردة عامله اعادة نشر عشان افكر الناس باليوم الوسخ ده واننا ربط ما بين الست اللي تلقى تلقى ست والراجل اللي رأس لعبد الناصر اين زهب الغاز عابرة سبيل مفيش راحت احنا اللي كنا بنصدر غاز لإسرائيل ايام اسمه ايدا حسين سالم ايام الله وارك بتمن زهيد وطلعت الناس والقيادات قالت لك ازاي نصدر غاز لإسرائيل وتقطع خط الغاز لإسرائيل في سيناه 18 مرة 18 مرة وكل مرة يضل من إسرائيل كلها وصل الحال بان احنا بقينا الحقيقة زياد بالدول اللي انت تتكلم بجد اه باتكلم بجد اه زياد بتكلم بجد في ايه انا بقولك حقائق اه ودهبت بقينا دلوقتي مديونين لإسرائيل بتلاتين مليون جنيه دولار طيب ده بقى الخبر الخبر التاني احمد موسى يوم الحد 14 يناير لما تم القبض على ال احنا عايزين التواصل معك ماجي طيب ما ما يجي منها موجودة ما موجود يعني انا ده التواصل دي الوسيلة للتواصل معايا اه احنا مش هندول وراك مش هندور وراك ياسمين عزوز لا ودوري وراي ياسمين ده حاجة ده حاجة كويسة على فكرة لما تدوري هل انا بقول كلام مش مزبوط او لا ده بالعكس ده كويس ده ده كويس بدل ما كنا فاعل بقينا مفعول بنا وفاء والله لا ومفعول باسكندرية بتحبك احمد حسن الله يحفظك قسم من بالله انا نظرت لو نظرت نازل لو انت جيت مصر لعزمك عندنا في مدينة حد كان بيقول احنا بقينا وفاء كان بتقول احنا مفعول به لا احنا مش مش مفعول به عادي احنا اتهتك عرضنا يعني في مفعول به عادي طبيعي انما في مفعول به تعرض لاختصاب احنا وصل بنا الامر بعد ما كنت بتصدري غاز لإسرائيل بتمن بخس دراعي معدودة وصل بنا الحال الى اننا بقنا إسرائيل بقيت لها عندنا عفتوش الغاز تخيلي انت متخيلة وفاء ده مش اسمه مفعول به ده انا فيدي لي الفاظ تانية بس يعني ايه مايصح اشتتقل وعدين لايقلوا اللي وعدوكم بالحلوان ربنا يخليك يسرب والقرآن ربنا يحفظك ويحفظ حلوان كلها موحسن بيقولي المحل الكبر نزلتها مرة واحدة اسمي اسمي ولا اه سوري ولا 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 استاذنا انا اشف انا افتكرتها وفاء انا اممكن شايف من بعيد انا قسف جدا الله طاهرة بوزيد ما فيقول به مرفوة والمصحف يا طاهر لا دم اه طاهر ده احنا مش مرفوعين ده احنا متحكين يعني بجد والله يعني تهكنا جامد قوي قوي يعني قوي يعني يعني حتى اللي عامل هاكنج علينا الحقيقة يعني ما عندوش رحمة ما رحمناش وما بيه وما عندوش بريك كده يعني بتسمي تقولك لسه يا ما هنشوف طول ما اللي بالي بالكم مش عارف ايه اابو لمار بيقوله بكرة تشوفه مصر ادي شفناها من الجزمة شفناها من الجزمة وبعدين ايه اللي وعدوكم بص ياسرب بتقول كله من الاعلام القذر طيب بص يا ياسرب بقى القرآن صاحب الحساب بقى الاعلام ده نفسه ما بيخجلش اللي وعدنا بالسمن وبكرة بقى ونصبر شوية معنا احمد موسى يوم 14 يناير طلع قال لما اتقبض على واحد قال لك جاي من اسوان معه مية وستين كيلو جرام دهب لما اتقبض على الراجل ده قال لك انتظروا احمد موسى اخبار جيدة عن الدهب والدولار يوم التلات مبارح 16 يناير ارتفاع سعر جنيه الدهب الى 27000 جنيه لا يخجل وعشان كده عين مصر عملتلو البتاع دي سوري عملتلو عملتلو اللوحة دي اللوحة دي ما بيغجلش ويتكلم عادي جدا 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 يعني يتكلم عادي جدا حازم بيقولك اسبره وصابره فاكر انت سيش لما قالك كده بالله عليك قولي نزلت المحلة تعمل ايه بص انا اقولك على حاجة انا في بلاد نزلتها عشان بس اتفرج عليها زي شبين الكون مثلا زي طنطة انا طنطة دي نزلتها عشان يعني في بلاد كنت بروحها كده عشان اتفرج عليها ما كانش عندي اسباب انا في حياتي حاجات كتير جدا بلا اسباب عملتها يعني يعني كان ما فيش سبب يعني يعني انا مرة طلعت من الشرقية للمنصورة مرورا بكل بلد شوية لذلك ان انا وانا واقف في موقف الزأزيد سألت عايز اركب لمصر سوري من الشرقية لا من الشرقية سوري من المنصورة منصورة للمنوفية فانا قلت في الموقف بتاع المنصورة للناس انا عايز انزل اروح المنوفية فقالولي هتروح فين فقالولهم بلد اسمع طاليا قالولي لا ده انت تركب من المنصورة للقاهرة وانت تركب بالقاهرة المنوفية اسهل فانا قلتول لي قالولي التانية دي صعبة جدا مفيش مواصلة من المنصورة المنوفية دايريكت فقالولي قالولي انت هتقعد تركب بقى من بلد لبلد فعملت كده طلعت من المنصورة ركبت بقى مرورا بقى كل بلد اركب الميكروبوسات الصغيرة دي انزل البلد اخد البلد تانية فلفت في الدلتة كده لفة غريبة جدا لحد ما انا فاكر يعني طلعت من المنصورة الظهر كده وصلت المنوفية بالليل يعني بدلت اتنطط من بلد لبلد ما لهمش علاقة بعض يعني اركب وبعدين ايه خطة واحدة واحدة كده انا عايزة نوصل لطاليا دي لازم اركب امر بطنطا ومن طنطا كبري شنودة اعدي بقى كده وفضلت اعدي لحد ما اعديت وركبت مع خلق غريبة وناس عجيبة جدا ناس طيبة يعني بس فضلت اركب لحد ما وصلت طاليا بالليل سوري مش طاليا نزلت طاليا ومركبت من طاليا لبلد جوا طاليا سوري لطاليا انا نزلت طاليا نفسها وهناك وصلت حوالي بس ساعة كانت انا فاكر كانت ساعة يمكن تمانية تسعة بالليل من الظهر بسافر لما حكيت للراجل اللي انا روحت له طاليا انا عملت قالي انت مجنون رسمي هتشمل كده وقت بس انا كنت عايش في الدلتا يعني فا يعني مفيش اسباب نزلت بها المحلة يعني بس انا فاكر ان انا قالولي فيه سوق في المحلة اسمه سوق الحرمية فما فيش اسباب يعني انا روحت المنوفية اصلا بلا سبب يعني اصلا كنت رايح المنوفية بلا اي سبب في الدنيا فما كانش في اسباب يعني ما كانش عندي السابق الوحيد ان انا كنت يعني عندي وقت وعندي رغبة يعني ان انا الف يعني بس ما كانش فيه وما كانش فيه فلوس بالمناسبة يعني يعني ما كانش ما كنتش غاني كده وده بالعكس كنت مشحر يعني بس كنت مقرر كده ان انا يعني كان عندي حلم كده ان انا اشوف مصر كويس وهكذا يعني فنرجع بس فايزة امين بتقول عشان كده مسقل بكل هذي الله يحفظك مسقل بكل هذي الشخصية العظيمة بستاذ محمد المعالي ترحب بك سمر انا رحت المعالي كتير جدا والمعالي دي رحتها في شارع 256 تقريبا اللي قدام الامر الصناعي كان فيه مبنى الامر الصناعي كده كان فيه شارع قصاده كان فيه الاستاذ محمد خانسا كان ساكن هناك الاول وكنت بروح له كل يوم عشان نكتب فيلم كليفتي وبعدها فيلم اسمه ستانلي ما تعملش ستانلي ده وبعدين اتنقل هو بقى راح التجمع الخامس سوري راح المعالي فكنت بروح للمعالي لكن ورحت من دان الجزائر في المعالي فانا المعالي بحبها قوي 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 وخاصة لما بتنزل من الاستراد تدخل المعالي نفسها كده في حتة في المعالي اللي فيها الصفارات دي كنت بحيث ان انا في حتة حلوة قوي امل مساء الخير سمحمد تحية من اسكندرية ومن سليمان او من سايمان ومال كنت عايش ازاي محسن بيقولي والله انا ما عرفش كنت عايش ازاي يعني ده سؤال بوجودي انا ما عنديش فكرة كنت عايش ازاي انا كنت عايش يعني بدينا انا لسه موجود لو كنت موت ما قدش اكيد اكيد موجود شايماء عليكم السلام نهلة بتقول طب اول ما تجيلنا فينك اجيلك فين يا نهلة انا جنب سجن طرع الكورنيش كان لجا صديق ساكن جنب سجن طرع وكنا بنزوره وكانت بيته بيبص على السجن نفسه الورديان بديعة من اسكندرية اسكندرية دي جميلة قوي ارد علينا يا زلم عبدالله ارد عليك اقولك ايه عبدالله كليفت انت طالع فيه مع باسم صامر ايوة مضبوط يا اساس محسن لان انا اللي كنت كاتبه كنت طالع صديق باسم صامر رحت الفيوم طبعا رحت الفيوم كتير شوف يا عسد محمد احلى حاجة فيك انك منفتح على الجميع ومطلع على الاماكن بشكل رائع ولذلك على قد قدر الامكان يعني يا عسد محمد مكتب مصر الطيران في برسعيد تم غلقه ما عرفش بقى دي معلومة جديدة بالنسبة لي يا عسد نادا بتوز محمد انا حازين الناس هنا في الغربة باسمع الشتيمة عن مصر انت فين يا نهلة يا نادا فين في الغربة بقى ديشترق عليك حازم ربنا يحفظك حازم على اي حال اسمه اي دا لا يغجل احمد موسى لا يغجل اسلام بيقول اسف محمد القضية الفلسطينية في اوروبا مش واسطة للناس بشكل مزبوط دا انا عايز اقولك على حاجة شوف الاتحاد الاوروبي اتحاد الاوروبي قرر ان هو يحط يحيى السنوار على قيمة الارهابيين بدون محاكمة بدون اي حاجة في الدنيا بينما نتنياهو وشارون مات وعليه اضايا وما تحطش على الارهابيين ابو احمد بيقول لي بان السوف بتسلم عليك تحياتي البان السوف دي بلدي وانا احب بها عيد الرحمن بتقول نفسها زور مصر جميلة مصر يا ماروة والله حازم بيقول لي بلطيم رحت بلطيم والله جدا وعملت فيها ورشة مع اطفال رحت اسوان سحمد ايمان رحت اسوان ده انا ما بحبش غير اسوان ده سؤال اسوان اسوان دي بالنسبة لي يعني حاجة بحب اهل اسوان جدا حلول بس لما يكون نتجة عن قبرات وذكرات دي بديع هو بيجي بالصدفة يعني ما بحبش واخرت اللي احنا فيه ده ايه نبيلة بتقول اخرته طين يا ترى تزور الكويت عمري ما روحت الكويت عمري انا ما روحتش في الدول العربية غير دبي والخرطوم فقط لا غير وهذا ولله الحمد يعني يعني ما روحتش غير دبي انا في السويد والاسب جماعة عرب هنا بيجتموا على مصر والمصريين والسيسي انا بكره السيسي بس مقهورة ما عارفش بيجتموا على مصر تحياتي مني انت عارف يا فارس انا نفسي احب يا أستاذ سومية سومية انا نفسي هزور المغرب بصراحة الشرقية عمد الشرقية عنده رحت ولد صقر وكفر صقر والزقزي وعب لطيفة بغيات وروحت الشرقية دي لكن صراحة فيلم في شقة مصر جيدة كان زفت ليه؟ بالعكس حلو جدا انا بحبه جدا ابتسام بتقول انصار السيسي بيرقصه زي الكاتاكيت اللي جاية على اي حال أحمد موسى لا يغجل الجديد بقى في الموضوع عشان نقفل البس ده عشان نروح الاجتماع بتاعي أنا خادة وبقرة هيجنمني خادة وبقرة قال تصريح أنا لو من الدولة حكمه عليه رحت حلوان طبعا طبعا رحت حلوان وعين حلوان والله وحدائق حلوان خادة وبقرة قال تصريح غريب جدا سيبك مفيش احسن من لمتلى معك كريم أبو ميم ميم والله العظيم دي لمة جميلة جدا تحية من حبيبتك مصر أنا إيمان حمدي إيمان هندي أنت منين من مصر مرحبا بك في الجزائر بلد جنرال مفكرش أنزل الجزائر بحب الجزائرين جدا 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 من كام يوم أول ما جيت هنا نزلت وسط البلد وبعدين إيه ماشي في وسط البلد كده لقيت حد هجم علي محمد ناصر شاب طويل وأشعر كده وشكله حل محمد ناصر مش عايز أحكي لك أنا انهرت خير خير في إيه والله أنا هنحبك وبتاع طريقة جزائري طيب حد يخش على حد بالطريقة دي يا رجل حرم عليك كان معايا شخص ليبي صديق يعني هو نفسه تخض لا أنا مش عارفه أنا بحبك جدا تبس بالراحة يا أخي ده أنا عصابي كلها بازت يا رجل المهم فخياد أببكر قال تصريح أنا لو منه مروا عيد الرحمن وأنا أحبك في الله والله خياد أببكر قال من مدينة عباس العقاد يا نهاري سود على عباس العقاد ده أنت من عباس العقاد منين في عباس العقاد أنا قلت بروه في شارع كابل هناك منين في شارع عباس العقاد تحياتي لك من الإسماعيلية نزلت الإسماعيلية كتير عملت فيها مهرجان سينما مهرجان الأحلام التسجيلية أهل الجزائر والمغرب يحبوك وأنا بحب أهل دي أقسم بالله يا اسمينا بتقول أقسم بالله أنا الموسوعة دي لفت إيه؟ أنا بقول الموسوعة دي لفت الكرة الأرضية لا مش عارف ما إيه الموسوعة مروه سليمان بتتحك ما عرفش بتتحك على إيه ولا بتتحك برضو ما عرفش بتتحك على إيه والله يا أستاذ محمد أنت من الناس اللي مصبرانة على بيهصل أنا على أي حاج المهم خيادة وباكر خيادة وباكر بيقولك إيه بقى بيقول التصريح ده شوف التصريح ده يقروك كده من الشمال اليمين شوف كده هو شوف يا داليا سعد بيقولك إيه بقى بيقولك إيه خيادة وباكر اجريت أجهزة الدولة بدأت في رفع القيود عن الإعلام والبرلمان في مراقبة الحكومة في بداية لطريق كان مقطوعا كان اسمه الديمقراطية يا فرحتها يا فرحتها يا فايزة أمين اللي عايزة خلف خيادة وباكر بيقول أجهزة الدولة بدأت في رفع القيود عن الإعلام والبرلمان في مراقبة الحكومة في بداية لطريق مقطوع اسمه الديمقراطية بعد عشر سنين خيادة وباكر بيقول أجهزة الإعلام أجهزة الدولة رفعت القيود عن الإعلام والبرلمان يعني انت يا أهلا يا مخصي كنت قاعد بقالك عشر سنين لسنك مقطوع يعني احنا كنا صح لما قلنا ان انتو دمى خشبية كنا صح لما قلنا ان انتو إعلام السامسونج كنا صح يعني لما قلنا ان انتو بتتحركوا بسكريبت واحد كنا صح ولا ايه سوسن بتحك على أفشاتك ما خدتش بالي والله سوسن يعني احنا كنا صح اللهم لك الحمد خيادة وباكر بيعترف يا يوسف أحي يا أخ يوسف أحمد أحي بيقولك أجهزة الدولة بدأت في رفع القيود عن الإعلام والبرلمان في مراقبة الحكومة في بداية لطريق كان مقطوع اسمه الديمقراطية أحمس جدا يا كريم أبو مميم يبقى احنا كنا صح يا خالد السؤال التاني بقى مين بقى خالد أجهزة الدولة دي اللي رفعت القيود عن الإعلام هي مين داليا بتقولي يعني نشتم براحتنا أه براحتك اشتم براحتك 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 أنا شخصين بقى اشتم يعني يعني لا نستنى شوية برا في تقريد المهيبة طب يا خالد يعني كان يعني ممكن اسماعيدي مروة بتقول استنى يا مروة خد رحتك يا مروة بتقول يعني ممكن من الديمقراطية ننضر نقول السيسين ويمشي لا اوعي تقولي كده اوعي تقولي كده ايه اسماعيدي مشيرة بتقول ربنا يحفظك مشيرة عبد مشيرة عبد عبد المجيد يعني خد وبكر بعد عشر سنين بيقول اجهزة الدولة بدأت في رفع القيود عن الاعلام والبرلمان في مراقبة الحكومة في بداية طريق كان مقطوع اسمه اسمه الديمقراطية ده انت مفروض امك تسقيلك تجيب لك فتة كده زي اكل الفراخ تجيب لك عيش كده وتفتته احنا كنا بنأكل فراخ ايه ازاي انا امك بتأكل فراخ ازاي كان بقايا الاكل تقطعه كده وتحطه في ميا والفراخ تنبسط جد ما عارفش تنبسط بيه الفراخ المهم كان تتاكل كده فحضرتك يعني باعترافك ده تخلات سقيلك احنا كنا زمان وانا عالة صغيرة نشطن بع نقول نقول عاي الخايب كده ولو بخلات سقيلك ما عارفش ايه تخلات سقيلك يعني حتى مكسل انت تقطع الرغيف هي تسقيلك يعني انت منكسل اهلك مش قادر حتى تقطع الرغيف وتاخد لقمة لا ده انت امك بتسقيلك عشان ايه تاخد على طول جيت اعترف دلوقتي باللي احنا قلنا من عشر سنين انه انتو شوات معرصين وانه انتو دومان خشبية بتحركوا الدولة بسكريبت وانه اعلام السامسونج بتعترف دلوقتي وبعد يقولك طريق كان مقطوع عن اسمه الديمقراطة طبعا على رأي الاستاذة اللي قالت دلوقتي اللي قالت هلي اجوز دلوقتي لانه نقول انستيسي مش عايزين امه طبعا ده كلام فارغ ده اعتراف رسمي باني بس هو السؤال بقى مين اجهزة الدولة دي خالد مين ضمير الغائب ده مين اجهزة الدولة اللي قررت ترفع ايديها عن الاعلام والبرلمان مين مين يا نهلة محمد مين مين يا استاذة ياسمين عزوز لا انا ما قالت انا ما قلتش ياسمين لفيت الكرة ارضية خالص انا روحت بلاد كتير بس ما لفيتش الكرة ارضية ممتك موجودة لا ماتت يا نهلة ممت ماتت من زماني يعني اعتقد انه هيتنفخ نفخة سودة عملي الدين محمود فايزة امين بتقولك هيف واجبان ومست واي واي مش عارف ايه هو انطلب منه يقول كده صح يا عبير ممتك موجودة وعمل ايه في غيابك يا ستي ممت ماتت والله تسألي عن امي ليه انا عايش في الاسبونة وقابلت مرة جماعبك السلم معرفوني من مصر فضلوا يتحكوا يتريعوا ع السيس ويشتموا تما ده طبيعي انا مين دي مين دي بقول كده خد خدت إسلام بقول لك يا إسلام هو انت لو مشيت والبنطلون بتاعك مقطوع من وراء والناس دحكت هتستغرب لمواغز البنطلون بتاعك مفتوح كده الخياطة من النص والمساء الباينة والناس عملة تتحك بلاش دي انت لو انت ماشي ولابس ومتقنتك كده وفجأة روح تجاي على قشرة موزة ويزو وقعت الناس دحكت هتستغرب انت لو جيت قلت نقطة والناس دحكت هتستغرب طيب لما تقول مصر وبعدين مصر اول حاجة بتسكر بها السيسي فالناس تتحك او تشتم ما ده طبيعي ما ده طبيعي يا أستاذ إسلام انت ليه زعلان ده بالعكس انت تتحك معاهم يا جماعة انا لا افتح لينكات هل تعليلات العراق لا تظهر عندك تعليلات العراق تعليقات قصدك الهام والله لا ده العراق دي تقالي عليها جدا جدا ان انا بعش على العراق والله جهات فارسة ربنا يغفر لها رحمة وامامين يا رب فالأستاذ خالد اوبقر بيعترف لنا يا جماعة بيقول لنا ان اجهزة الدولة بقى لها عشر سنين حط على الاعلام ورقابة وعلى البرلمان بيقول لك يعني ودلوقتي اجهزة الدولة بس مين اجهزة الدولة المقابرات تم ده اللي احنا قلناها حاجة بقى عشان اصيركم وامشو وروح الاجتماع تقديرا لدعمها لفلسطين على جنوب افريقيا وفد سياسي ومدني كويتي يزور سفير جنوب افريقيا ده الخبر اللي نازل الكويت دي دايما بتدهيشني اهو تقديرا اللي ده اورها في دعم فلسطين وفد سياسي ومدني كويتي يزور سفير جنوب افريقيا ده تحية للكويتين بصراحة وكان مفروض الحقيقة الدول العربية تحزو حزو الكويت وده مش عيب ان احنا في مصر مثلا بعض الاخوة المثقفين ياخدوا بعض كده ويروحوا لسفير جنوب افريقيا في مصر ويحيوه الاخوة في الجزائر الاخوة في المغرب الاخوة في العراق الاخوة في السعودية الاخوة في الامارات كل الدول العربية يطلع منها وفد كده محترم يزور سفارة جنوب افريقيا يحيي جنوب افريقيا لدعمها الموقف الفلسطيني في لهاي أنا خلص اللي عندي واللي عندي قلته وإن شاء الله نلتقيكم بالليل في برنامج مصر النهاردة وإن شاء الله تطلع حلقة كويسة وكل أمنياتي المنتخب المغرب النهاردة إنه يعمل ماتش كويس جدا تحياتي سلام